المرأة بتعتبر عنصر بشري فعال جداً بيقدر يطرد بصماته على كل جوانب الحياة ويمكن المرأة الريفية خير دليل على ده لأن المرأة الريفية بتقوم بكتير جداً من الأنشطة ومن المجالات ولكن زي ما قلت في بداية الحلقة يمكن هي مهمشة شوية أو ده ما بيعودش عليها بمردود مقابل المجهود اللي بتقوم بي فهنتكلم أكتر عن المرأة وتنميتها مع الدكتورة مي التلاوي خبير تنمية بشرية ورئيس مؤسسة القيادات المصرية للتنمية أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك يعني في البداية ممكن نتكلم على كيفية تنمية القدرة الفكرية والثقافية للمرأة الريفية في ظل كل ما تعاني من مشاكل هو في البداية يعني أنا بحب أقول أن تنمية المرأة سواء الريفية أو الحضرية في المجتمع ده شيء مهم جداً بالنسبة لأن المرأة هي الأم هي الأخت هي الإبنة فهي الدور المحواري نصف المجتمع طبعا فبالنسبة للمرأة الريفية ده مهم جداً عندنا الأمية لأن النسبة الأمية في الريف عالي جداً بصعب أن أنت بتهملي أنك أنت بتهمدي أن المرأة مش مهمة تتعلم مش مهمة رغم أن هي الأسرة هي اللي بتطلع الجيل صحيح فده يعني أننا دلوقتي كتنمية المجتمع بنهتم جداً بالمرأة الريفية دي عشان أن أنت تتواجيها ناحية الأمية أن أنا هنميها أن أنا لازم أشجع عن تعليم الفتيات قصلاً في الريف البنات من هما الأطفال الزواج القصر طبعاً كلام ده القيتان فكل دي محتاجة توعية محتاجة أن أنت تتثقافي في ريفك عشان تقدري نهاردة تعملي نمو للمرأة اللي هي بتطلع لك مجتمع يعني حضرتك بشكل عام شايفة وضعها إيه نهاردة هل مازالت المشاكل دي موجودة بنفس الإسلوب وبنفس طريقة التعامل معيها وما فيش تقدم في التعامل حتى مع المشاكل دي شايفة وضعها إزاي بصي ما أنا قدرش نقول إنه طبعاً هي نسبياً فيه تنمية آه وتنمية ملموسة في بعض طبعاً مجتمع مدني كجمعيات فيه بس مش بالقدرة اللي إحنا بنقول جمعيات بتشتغل كثير في الريف لكن محتاجة يكون لها خطة تنمية مظبوطة وحتى المرأة محتاجة أن أنا منيها يعني عندك فيه شغل التنمية خاص في الأمية تعليم التنمية خاص بالأدوات اللي هي الشغل اليدوي المرأة الريفية يعني من طبعاً الصناعات اليدوية والحرفية المرأة الريفية شطرة جداً فيها لأن فيه صناعات ذاك عندك في ضغشور في الفيوم في مناطق سايسينة هتلاقي المرأة هناك بتشتغل الشغل اليدوي عندها مهارات كثيرة مهارات المرأة اللي في الحضر ما بتعرفش تعملها صحيح ورقم الصناعات دي بتلاقي المرأة دي هي يعني شوف يتطلع المنتج رائع بينان من الإعجاب من الدول الأمريكية الدول في إيطاليا تلاقي المرأة دي اللي احنا يعني بنقول طب يعني لازم احنا النهاردة نتجه لها نحنا نميها كمان ثقافياً توعية تعليمية لي عشان النهاردة انت بتكامل لها منظومة مش بس كحرفة وكيدوية لا أنا محتاجة كمان توعية الثقافية عشان دي اللي بتطلع لي الأجيال دي اللي بتطلع لي أولاً عندك الدستور توعية ثقافية في السياسية مهمة جداً وخصوصاً الأيام دي بقى بالزاد في ظل مجتمع ذكوري هو اللي بيبقى غالب في الريف المصري ازاي انتو بتقتحموا عالم المرأة الريفية وبتوصلوا لها هو مش اقتحام يعني هو التعاون برضو لان هناك في المجتمع الريفي في برضو جماعيات أهلية فبنتعاون مع الجماعيات الأهلية اللي بتبقى في المناطق دي انت بيبقى عندك فكرة في المجتمع الحضر لما بتعود يتقدري بس لازم يكون انت عندك كجماعية مفهوم تنمية ان النهاردة انا باخد اشوف ايه نقاط الدعف اللي عندهم ونقاط القوة نقاط القوة اقدر ان انا كمان اتعلم منهم لانهم عندنا نقاط القوة مثلا الشغل اليدوي الحرفي ده هم السوبر فيه او هم الاوائل اكتر من الجماعية اللي في الحضر انت المفروض بتشتغلي معهم في الشقة ده وكمان تتعاوني بقى انت تتقدمي لهم ايه تثق فيهم تشتغلي معهم دور الثقافة توعية الثقافية لو فيه توعية سياسية بامور السياسة توعية حتى في المهارات الشخصية بتاعة المرأة تحاولي تسوائلهم يعني ده الدور اللي حنا بنلعبه ان انت سوائي المنتج بتاعت ساعتها في التسويق انا بصي حرك ادفت كده كزا نقطة زي ايه البرامج اللي هنتعلم فيها معاهم وازاي نسوأ كبال المنتجاتهم ولكن حنا معناه الاتصال تمام السيد سيد من الدقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هايك بس وطي التلفزيون اهلا بيك يا فانتم عليكم السلام اهلا الله قلت شديك للبندم المعتنم اتفضل يا فان اهلا نتكلم بس عليه على المجتمع حاليا على المجتمع الكل لأ هلنتكلم على مطر هاي المطر على مستوى مطر مجتمع من الشيط مطر وطبعا المحكين مبهووذ يعني محكين مبهوذ من الدول والناس بصور اللي فيه بصور المماعة عد 50 انا مورة السلام دي خاملكم نظر صحيح بجمعية خارية حاجرية وحتاجين ان حاذنمت.\ في تَرنية المرأe فى ملشاة نظر احنا برضو بنتكلم عدة أفسي الخاصة تبعي احنا مش هنتكلم بس عن المارأ خريفة حان كمال هنتكلم عن المارأف فى المناطق اللى حدنا Bet would be a told هذي معىي حد من القناة اللى ها جيد creations بالمنشاة وقتنا عندنا كاميرات بتنزل فى كل مكان وحنه لحديش ده على اللي انتو عاملينو يا حيك بتقول انك في جامعية اهلية مش كده طيب يعني احنا يهمنا طبعا يبقى في تواصل مع الجامعيات الاهلية في كافة المناطق مش بس احنا بنتكلم على المرأة الريفاية كمان معاناة المرأة في المناطق الاكثر احتياجا في المناطق الاهرة الاهرة كمان بالضبط منطقة منشية ناصر انا بالاخص هي المرأة هناك كمان لها دور فعال جدا لان منشية ناصر بتهتم بتدوير المخلفات وبالقمامة وجميع القمامة وهي من منطقة اللي هي بتشتغل يعني منظومة فعلا منظومة متكاملة في تدوير المخلفات وفرز القمامة والقمامة من المنبع يعني هم اللي عاملين المرأة لها دور فعال جدا في حتة ان هي بتفصل القمامة وبتستكملها بعد كده بقى ببعض المشاريع جواهم لأنها لها دور فعال جداً في الموضوع ده في منشاية ناصر بزي في دورة بتيشتري مخلفات بتاعيتنا طبعاً وده شق تاني طبعاً ودلوقتي ممكن فيه مشروع قومي لوزارة البيئة بمعنية به اللي هو الفصل من المنبع وفعلاً كدور مجتمع مدني بدأنا فيه في التوعية ويمكن أقربها كان يمبارح في المانيار تحت ده رعاية وزارة البيئة ووزارة الشباب في مركز الشباب المانيار اللي بخص بالذكر سيدات جديرة يعني كانت معنا سيدات من منشاية ناصر من الفستات من المانيار نفسها فأنتي بتلاقي هنا سيدات متفاوتة قاعدين كلنا مع بعض بنفكر مع بعض بتسمعي قراء هم محتاجين لكده محتاجة ما تفصليش السيدات حتى تقسميهم لا محتاجة تدمجيهم بالمجتمع عشان يتغيروا النهاردة انتي ده ينامي تفكرهم برضو وده اللي حصل فعلاً يعني انتي ده مطلوب حتى المرأة الريفية لما تندمج مع المرأة الحضرية في ورش العمل في ورش اللي هي التنمية مهارات والفكرة المرأة في الحضر محتاجة دداً المرأة الريفية بخبراتها يعني عندها الفطرة والذكاء ده الفطري بالزبط قد ايه بتعرف تمشي أسرتها يمكن بأقل بأقل التكاليف وفي نفس الوقت ممكن تتعلمي منها انتي كمرأة حضر زي قدام حضرتك مثلاً الجلاس ده المرأة الريفية ممكن تطلع على الحاجات دي انتي كمرأة حضر تتعلمي ازاي تعمليها كمان انتي بتباقي ناس هناك بتطلع عليك من النخيل مفارش بتطلع من البلوز بتطلع عليك ثبتة انتي كمرأة تبقى عندك رغبة انك عايز تتعلمي فانتي النهاردة لما تعملي تكافؤ والاتنين بتقربيهم من بعض مش هتحسي بالغربة ايه هتاخد مني وانا هاخد منها وحعمل مفهوم تنمية صح ده اللي احنا يعني نناشد دي بقى مفهوم الجماعيات تتغير ما بقاش بس ان انا بتبرع بأكل واببرع بحاجات مادية لا مفهوم التنمية ان انا اغير فكر واخلي فيه وعي ثقافة توعية مهارات فعلا لكن عشان ده يغير مجتمع وإلا حنفضل نفس المفهوم والجماعيات ايه دورها انه بس انتي تديها تروحي تديهم القرى الفقيرة بطاطين لا مش هو ده النهاردة احنا محتاجين نمدل ايد ان احنا اللي اتنين نشتغل مع بعض نسوق لهم مادية دي حاجة مهمة جدا نحن بتتكلمي عليها نتكلم عن دولتي مشكلة تعليم مشكلة امية يعني الدولة دولتي بتفكر ازاي تطور من العملية التعليمية كلها احنا لسه بنتكلم ان احنا عندنا امية هجائية يعني الناس اصلا مش عارفة تقرأ وتكتب ده غير الامية الثقافية ازاي بقى البرامج احنا بنسمع كتير جدا عن برامج محو الامية ولكن ازاي يكون ديها دور فعال وتوصل فعلا لعرض الواقع مش بس اتعلمهم ازاي يقروا ويكتبوا ازاي التوعية الحرب بتتكلمي عبقى الهيه السياسية الاجتماعية الاقتصادية يكون فيه توعية شاملة مش مجرد ان اعلمهم ازاي ده ده الحرف ايه ويتقري ازاي ازاي ده نعمله يعني شو يا عارف بتقول فيه برامج محو الامية كتير قوي فيه جامعات تشغالة كتير قوي فيه محو الامية لكن لحد الان احنا لسته بنعاني هل ده يعقل؟ عشان الخطة فيش نتيجة يعني يا البرامج دي وهمية فيه جامعات وهمية على فكرة فيه جامعات وهمية تشتغل محو الامية انا لازم ارجع كده بالتاريخ الجامعات تشتغلت في محو الامية فين ال data base بقى اللي طلعنا العصائيات الصح يعني فين الخطة التنمية عشان ابدأ محو الامية صح يعني لو احنا بنتكلم بخطة اكيد كل قرية وكل منطقة عشوائية حتى المناطق الحضرية انت عندك بتلاقي مثلا فيه من ناس في المنطقة الحضر ممكن يكون فيها ناس اميين سواء عمالة سواء مثلا اللي هم حارس العمارة سواء ناس ثابت التعليم تصرب من التعليم طب ماهو ده برضو نفس الشيء امي فانا محتاجة النهاردة تبقى خطة قومية كل الجامعيات اللي معنية بالمحو الامية خطة بتقول الجامعية دي تشتغل في الحتة دي وفيه بيانات حقيقية انتو حاسين ان كل جامعية بتشتغل في الحتة دي للأسف لان كل جامعية شغالة انت لوحدك لكن هو مشروع قومي المشروع ده محو امية ده مشروع قومي النهاردة بيربط جامعيات اهلية اربع خمس جامعيات في منطقة زي منطقة سايل وراء دي من المناطق اللي هي تعتبر فيها مناطق عشوائية وفاكر مناطق زي عين شمس الغربية والشرقية النهاردة جمعني الجامعيات دي حط مشروع قومي في المحو الأمية هات بيانات صحيحة مش بيانات وهمية وهمية فين وحدة ان هي التنمية العشوائيات اللي تابعة المحافظة تجيب المفروض تجي انا ااخد منها الخطة ااخد منها البيانات صحيحة كل ده اللي أتают مع بعض محتاجة ده من وزارة إيا ده محتاجين من المحافظة محتاجة مش ع GOOD egy محتاجة من وحدة العشوائيات اللي هي مختصة في المحافظة انتكون بياناتك وضَحة كو في ضر للدولة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسلم على حضراتكم وذفتك الكريمة والبرنامج وخالف البرنامج اهلا بيك يا فاند انا كنت عاوز اتكلم في مشوار الجماعيات ايبا لان انا مريض التهاب كبدي فيروسي وباقي مزمن سلامت عليكم وكنصر عذا سلامت حضرتك لازم اجدد القرار لازم اعمل تحاليل واشعاعات كاملة يعد الالف ونص فطبعا اتجاهت الجماعيات كتير اه مفيش حد بيرضع يتخل حاجة وانا بطلب من اي بني ادم بتبرع لأي جماعيات ما يتبرع لهاش لان ما فيش حد بيستجاب يعني حضرتك بتتكلم يا سيد محمد على مصدقية الجماعيات مصدقية الجماعيات بيدوا المعارف والقرايب والمحسوبية والحاجات تكون وسيلة كمان بسي انا بقيت كلامه فعلا يعني انا علاجي متوقف على تجديد القرار جماعيات الخيرية في كفر الزياد خدوا ورقي وقالوا لي حنودي الجماعية اولاد عبيد وبعد كده خدوا الورق وقالوا لي تتصور صورة يكون الظهر ابيض وانت واقف روح تتصورت صورتين زي ما هم قالوا لي ادتهم التقرير الطبية اللي هي تثبت ان انا مريض او رام وتثبت ان انا مريض كبد وطبعا انا حالتك اقدمه ومستمره ورابطه حاين دول المزيد طيب وحدك ممكن يا اساس محمد ترجع للكنترول ما تقفلش تليفونه وارجع للكنترول وهم حيتواصلوا مع حضرتك ويتواصلوا مع الجماعيات بقى الخيرية اللي هي يعني يمكن تعطي وجه اخر غير اللي حضرتك شفته بسي انا النقطة دي انا بقيده فيها لان انا لاحظت لما دخلت المجتمع المدني يعني انا بقلت هنا لقيت فعلا ان فيه جماعيات وهمية وجماعيات فعلا بتاخد فلوس ما بتعملش حاجة يعني انا حتى الحالة اللي زي دي وتلاقيها في الشرع بتشحت او بتبقى عايزة حد يساعدها تقولك انا مريض كذا طب انا النهاردة بشوف جماعيات بتقول احنا بنعاني من سرطان احنا بنعاني من الفيروس سي المفروض النهاردة وهي وجماعيات كبيرة طب خلاص يبقى انا النهاردة اي حد ده المفترض انه بيتوجه للجماعية اللي هي المفروض احنا بنتبرع لهم عشان بيعالجوا فيروس سي وبيعالجوا الكنسل يبقى مفروض انه ما يفيش حد يكون بنفس الحالة دي طب فين عشان كده بنقول طب زي ننظم عملية الجماعيات وعملها وانتشارها بالشكل يعني زي ننظمه وده ننظمه ان يبقى فيه انت النهاردة الخطة اللي بتقول ان الجماعية الكبيرة حتى اللي بتقولك انا بعمل في السرطانات وانا بعمل في كذا وكذا يبقى خلاص يبقى بحاجة معلنة ان كل الناس اللي بتشتكي من دي تروح لا تتوجه لها لكن النهاردة انت تقولي لو ما حصلش تفاعل معهم يبقى فيه يشتكيهم بالقس والإثباتات بالإثباتات في الشؤون الاجتماعية انه هو انا توجهت وزارة التضامن الاجتماعي لكن النهاردة انت بتقولي نتبرع عشان الجماعية بتقول انا بشتغل في الكانسور بشتغل في كذا طب وفين الغاية الآن الحد بشتكي لكن ازاي ونفتح مراكز زوية الاحتياجات الخاصة تلاقي الجماعية تقولك انا عندي زوية احتياجات خاصة طب وانا ليه اعمل بانا اشتغل على المدارس اللي موجودة زوية احتياجات خاصة اللي قريدي موجودة حكومية وتعبانة وعايزة صحيح مراكز الشباب مراكز الشباب مليانة زوية احتياجات خاصة النهاردة انا مشتغلش مع دولي ايه الفائدة ان انا افتح مراكز جديد الجماعية متفتحش الجماعية اشتغل على تتبنى انا هتبنى في المركز ده زوية احتياجات وهكذا يبقى فيه خطة كلنا ان نشتغل من خلالها يعني ده اللي انا احنا عملناه فعلا اتعرفت على ناس في مراكز الشباب عشان أنا النهاردة عايزة أعمل حاجة جوا مركز الشباب لزولي الاحتياجات وهكذا مثلا في تنمية الشباب الخارجين إيه الفايدة أنك أنت كجمعية تشتغلي تعملي المشروع ببرا دي بقى الهواء ده المكلفين برا المنظومة بس إحنا كمان بالناشد كمان للوزرات الإجراءات بقى الكتيرة جدا لأن دي برضو حاجة بتعاوك الجمعيات أنك أنت قطر الإجراءات طبعا هنعرف تفاصيل الإجراءات اللي بتعيق عمل الجمعيات ولكن معنا اتصال أستاذ محمد من جيزة سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أنا شرفتوني والله شرفت الأستاذها ماي كان والدها محافظة الوادي الجديد بالتمانيات بس يا ريس لا أهو قريب أنا أولادي كان رئيس استقناف العالي أصوان بس ده قريب الله فروض بالتالي أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد يا ريس بحديش يتبرع للجمعيات الزويات اللي هي تبعا المحليات لأن دي بيتبرعوا بيها وبيبنوا بيها بيوت ما بديهاش لأي مريض هل نقدر نعمم كده يا أستاذ محمد ولا في بعض الجمعيات برضو ممكن تكون بتقوم دورها الفلوس ويستقسمروها لأنفسهم نشكر حضرتك جدا نشكر حضرتك جدا ولكن برضو ما ننظرش إن إحنا نعمل تنظيم العمل هو تنظيم العمل إن أنا النهاردة تنظيم العمل بيجي من الشؤون الاجتماعية بيجي من إن أنا أدخل لو أنا كجمعيات دور دولة بك دور دولة بس أنا كجمعيات أنا النهارة حتى إحنا في معوقات بتقبل معوقات دي فإن تيجي تعملي أبسط الأشياء بتقدمي إن إنتي عايزة تطوري في إحدى المدارس الحكومية التنمية البشرية للأطفال وتدي تنمية توعية صحية وسلوكية ودي فهنا إحنا عملناها مع إحاية العجوز وقفت معوقة عندنا إن الإدارة التعليمية بتقولك لأ طب أنا الإدارة التعليمية تما تخشي تشتغلي معي وتشوفي وترأبي يعني أنا المعارضة بدل ما أنا أعود أنا دون محتاجين تنمية مش إحنا بنتكلم مدارس الحكومة محتاجة تنمية أنا جاي أقدم لك إيد المساعدة فالنهاردة تقولك روح يخدي موافقة مش عارفة منين من أكتوبر روح يخدي كل الإجراءات دي هالك جماعية تجيب يعني بتصرف منين الجماعية تضيع وقت في كل الإجراءات دي وزيب التربية تعليم محتاج برضو يضل من ده عشان وقتنا بينتهي فعايزين بس آخر حاجة نقولها عشان كمان إحنا مكملين على تصويت على دستور وانتخابات برلمانية ورئاسة يعني الفترة دي ممكن نعمل فيها إيه؟ إحنا تكلمنا على المرأة وتنميتها في الريف والحضر والمساعدة المهم من المفترة الجاية دي إن المرأة الريفية بنشدها إنها يعني فعلا إن إحنا نحاول لو في جماعيات أمينة تواعي تواعية سياسية مضبوطة جوه المنطقة الريفية إنها تنزل وتشارك بنعم للدستور وحتى الأول مرأة اللي في الحضر لو فيه تواصل من الجماعيات في الحضر تواعي الجماعيات والمرأة نشكرك شكرا جزيلا الدكتورة ماي التلعوي خبيرة التنمية البشرية مشاهدينا بنشكركم والخميس القادم حلقة جديدة من بيت الهنب برسيلا شكرا لك شكرا لك